الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الفقرة من هذا البرنامج المبارك برنامجكم اليومي الرمضاني حق التلاوة في هذه الفقرة في هذه الحلقة من قصة مقرئ إن شاء الله نختم الكلام في هذا الجانب جانب رواية إسناد رواية حفص عن عاصم ونتكلم في هذه الحلقة إن شاء الله عن الشيخ علي بن محمد الضباع رحمة الله تعالى عليه ومقرر تلاوتنا في هذه الحلقة بإذن الله هو سورة الليل إن شاء الله تعالى نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم فاصل قصير نبدأ بعده الحلقة بإذن الله تعالى فابقوا معنا سنن مهجورة عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة بإذن الله تعالى من هذه السلسلة المباركة في قصة مقرئ التي تكلمنا في حلقاتها عن جماعات من أئمة الدين الذين اختصوا بتلاوة وإقراء ونقل القرآن الكريم عبر العصور وبعد أن تكلمنا في الحلقة الماضية عن الإمام المتولي رحمه الله تعالى محمد بن أحمد المتولي نحب أن نعرج على رجل من أهم الرجال في العصر الحديث ومن أهم المشايخ الذين كان لهم أثر ليس فقط في نقل القرآن الكريم بل على أصعيدة أخرى تتبين إن شاء الله من الحديث عن سيرته العاطرة وترجمته المباركة أيها الإخوة والأخوات الإمام أو الشيخ محمد بن أحمد المتولي شيخ المقارئ المصرية في زمانه رحمه الله تعالى تلقى عنه القراءة عدد لا يحصى ولا يعد يعني كان شيخ المقارئ المصرية وكان أستاذا شهيرا التف حوله الطلاب من كل مكان كم من هؤلاء الطلاب صهره صهره صهر المتولي رحمه الله تعالى وهو المعروف بالشيخ حسن بن يحيى الكتب المصري رحمه الله تعالى هذا الرجل صهر المتولي تلقى عنه القراءة رجل كان بعد ذلك له مكانة عظيمة في العصر الحديث في خدمة القرآن الكريم وهو الشيخ علي بن محمد الضباع نور الدين المصري الشافعي رحمه الله رحمة واسعة ولد الشيخ علي بن محمد الضباع في سنة 1886 من الميلاد ومكث رحمه الله تعالى في خدمة العلم وطلبة العلم ويعني جوانب كثيرة جدا من الفنون العلمية المتعلقة بالقرآن الكريم وقراءاته والعلوم المتعلقة بالقرآن الكريم حياة مديدة امتدت إلى سنة 1961 من الميلاد يعني 1380 هجري تقريبا رحمه الله تعالى الشيخ علي بن محمد بن حسن بن إبراهيم بن عبد الله نور الدين الملقب بالضباع كان إماما مقدما في علم التجويد والقراءات والرسم العثماني وضبط المصاحف وعد الآي وغير ذلك من العلوم والفنون شفتوا التحرير والضبط الذي ذكرناه عن الإمام المتولي رحمه الله تعالى هذا التحرير والإتقان والضبط انطبعت هذه المدرسة في الشيخ علي بن محمد الضباع حفظ القرآن الكريم وهو صغير في السن وكان نجيبا وظهرت عليه آيات النجابة من صغر سنه وظهر نبوغه في أثناء حفظه حتى إن الشيخ محمد بن أحمد المتولي شيخ المقارئ المصرية لما نظر إلى هذا الولد الصغير آنذاك أوصى صهره حسن الكتب أوصاه بأن يعتني بهذا الولد ويقرئه القرآن ويحول إليه كتبه بعد وفاته يعني أوصى بمكتبته الشيخ المتولي يوصي بمكتبته الشخصية وهو علامة الدنيا في القراءات وعلومها في ذلك الوقت يوصي بمكتبته لولد صغير شوفوا سبحان الله وكان ضرير الشيخ المتولي كما نعلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله والله عز وجل يجعل الفراسة في عباده الصالحين ويكشف لهم بعض الغيب أحيانا فيكون لهم نظر عجيب في بعض الأمور فكان من بصيرة الإمام المتولي رحمه الله أن رأى أن هذا الولد يكون له شأن عظيم وكذلك حصل بعد ذلك في الشيخ علي بن محمد الضباع فأتم حفظ القرآن الكريم وأتقنه وضبطه وتلقاه بقراءاته ورواياته الصحيحة المتواترة بالقراءة العشر الصغرى والعشر الكبرى والأربعة الزائدة وكان علامة من كبار الأئمة والعلماء في زمانه وولي مشيخة الإقراء في مصر بعد ذلك رحمه الله تعالى واعتنى به فعلا الشيخ حسن الكتبي وعلمه القراءات وعلوم القرآن في بداية أمره طبعا هو لم يلي مشيخة الإقراء في مصر مباشرة وإنما كان شيخ مقرأة مسجد السلطان حسن في القاهرة وبعد ذلك مسجد السيدة رقية ثم مسجد السيدة زينب وكان شيخ المقرأة في السيدة زينب وفي ذلك الوقت كان أيضا معه في المشيخة في هذه المقرأة شيخ المقارئ المصرية في ذلك الوقت في زمانه الشيخ محمد علي خلف الحسيني الحداد رحمه الله تعالى ثم عين بعد شيخه الحداد عين الشيخ علي بن محمد الضباع شيخا لعموم المقارئ المصرية عينه الملك فاروق ملك مصر الأسبق في هذا المنصب في سنة 1368 هجري سنة 1949 من الميلاد الشيخ علي الضباع رحمه الله تعالى لم يكن فقط مقرئا متقنا وإنما كان له عناية كبيرة بخدمة القرآن الكريم تأليفا فبلغت مؤلفات الشيخ علي الضباع رحمه الله تعالى التي كتبها 42 مؤلفا غير المقالات التي تزيد أو تصل تبلغ تقريبا 30 مقالا كلها مؤلفات ومقالات قيمة وجيدة ورصينة ومحترمة وكان لها أثر في زمانها وما زال إلى يومنا هذا ينتفع الناس بكتب الشيخ علي بن محمد الضباع رحمه الله تعالى من كتبه التي ألفها شرح للشاطبية وهو شرح عظيم على صغر حجمه واختصاره إلا أنه دقيق العبارة يسير الفهم سهل ممتنع يجمع كل ما يحتاج إليه دارس متن الشاطبية وكذلك له شرح على الدرة المضية له مؤلفات كثيرة جدا جدا كما قلت لكم 42 مؤلفا غير أن له مؤلفات أيضا في الرسم وفي ضبط الرسم طبعا المقصود به رسم المصحف العثماني وفي ضبط المصحف الشريف وكان دقيق العبارة محررا للخلاف يعني الطالب العلم لما يعود إلى كتب الشيخ الضباع يجد ما يحتاج إليه ويشبع نهمته في معرفة القول المعول عليه والمعتمد عليه في مسائل الفنون والعلوم التي كتب فيها الشيخ الضباع رحمه الله تعالى وهذا من فضل الله تعالى الذي يؤتيه من يشاء الشيخ الضباع رحمه الله تعالى كان تقيا زكيا ورعا نقيا زاهدا عابدا متواضعا لين الجانب سمحا كريما نفس لا يفتر عن تلاوة القرآن الكريم وعمر عمر يعني فتلقى عنه العلم والقراءة عدد كبير من الناس بفضل الله عز وجل وكان أيضا من الأعمال التي اضطلع بها الشيخ الضباع واعتنى بها وكان له بصمة عظيمة في هذه الأعمال أنه ولي مراجعة المصاحف عي مراجعا للمصاحف الشريفة في مشيخة المقارئ المصرية وبقي مراجعا للمصحف بعد ذلك وهو شيخ للقراء لأن الشيخ علي الضباع طبعا الشيخ علي الضباع كان خطاط بارع كان خطاطا بارعا وجمع بين معرفة الخط وفنون الخط وبين معرفة الرسم العثماني وكتابة المصاحف وكان له خبرة كبيرة فالشيخ علي الضباع رحمه الله تعالى كان يراجع المصاحف المطبوعة الآن احنا خلاص المصاحف صارت تطبع في هذا العصر فتحتاج إلى مراجعة حتى توثق ويسمح بطبعها ونشرها للناس فالشيخ علي الضباع لم تكن شهرته ومكانته في هذا الجانب مقتصرة محلية على أهل مصر لا بل كانت شهرة عالمية تأتيه المصاحف من كل مكان من الدنيا وكانت الدولة العثمانية والمسلمين في تركيا يكتبون المصاحف بالرسم الإملائي ويطبعون المصاحف بالرسم الإملائي مش بالرسم العثماني يعني مالك يوم الدين يكتبونها بألف طويلة وليس بألف صغيرة أو ألف حمراء يعني كما هو في قواعد ضبط المصحف فهذا الأمر انتشر وذاع جدا وهذا لا يجوز لا يجوز مخالفة الرسم العثماني في كتابة المصحف الشريف هذا من الخطأ الكبير ويعني السقطة التي سقط فيها المسلمون فترة من الفترات أيام الدولة العثمانية فالخطاطين الأتراك كانوا يكتبون بالرسم الإملائي وانتشر طبعا الخط يعني كان قيمة الخطاطين الأتراك قيمة عظيمة جدا لأن تركيا والدولة العثمانية عموما في منطقة تركيا تحديدا كانت عرين الخطاطين وأساتذة الكتابة العربية في ذلك الزمان كانوا يعني منتشرين ومتوافرين في تلك الأماكن فقبلة دراسة الخط هم الخطاطون الأتراك إلى يومنا هذا مازال الخطاطين الأتراك هم يعني لهم مكانة عظيمة جدا بالذات من تلقى منهم عن أساتذته الخطاطين الكبار فالمصاحف الجميلة والكتابة الجميلة والإخراج الرائع والزخرفة الحسنة والطباعة والأموال الدولة العثمانية في اسطنبول كانوا يطبعون المصاحف لكن هذه المصاحف للأسف كانت بالرسم الإملائي هذه مشكلة عظيمة جدا الشيخ الضباع رحمه الله تزعم الدفاع عن الرسم العثماني وخدمة الرسم العثماني بالمؤلفات وكذلك بمراجعة المصاحف فقال يعني سيبوا المصاحف علي لا يكون هناك مصحف إلا وأنا ألتزم أن أراجعه كاملا وأختم عليه ورقة ورقة كل ورقة يراجعها بعدسته المكبرة عندما يحتاج إلى ذلك ويدقيقها حرفا حرفا حركة حركة علامة علامة فإذا كانت صحيحة ختم على هذا المصحف ولا يخرج هذا المصحف إلى النور أبدا إلا بعد توثيق الشيخ الضباع وختمه عليه ورقة ورقة صفحة صفحة فمكث يعني يعتني بهذا الأمر مع كل هذه الخدمة العظيمة التي خدمها لعلوم القرآن الكريم حتى راجع ثلاثمائة وثمانين مصحفا كان يحتفظ بها في خزانة في بيته وكان يتمنى يعني أن لا تنتهي حياته إلا وقد راجع خمسمائة مصحف لكن بلغ قطعا ثلاثمائة وثمانين مصحفا راجعها ورقة ورقة كلمة كلمة حرف حرف وختم عليها جميعا وانتشرت وطبع منها عشرات الملايين من النسخ في زمان الشيخ الضباع رحمه الله تعالى في أنحاء العالم الإسلامي والشيخ الضباع رحمه الله تعالى كان أيضا له معايير وقواعد وضوابط وضعها التزمت بها مصر في خدمة المصاحف وإخراجها للنور والسماح بنشرها فكان يشترط أن لا يخرج المصحف إلى النور إلا بشروط بعد المراجعة طبعا وإنهاء المراجعة وضبطها والتوثق من صحة الرسم العثماني والضبط فكان يشترط أن يكون الورق مسقولا وأن يكون نقيا وأن يكون الحبر لماعا وأن يكون ظاهرا وأن تكون الطباعة حسنة خالية من العيوب هذا يعني لا يتساهل فيه فيما يتعلق بالقرآن الكريم ومن يثبت أنه يخالف شرطا من هذه الشروط المصاحف هذه تسحب وتمنع طباعتها ويعني موضوع كبير خدمة القرآن الكريم يعني فيها صفحات مشرقة على مر تاريخ الإسلام من أول زمن الصحابة من أول زمن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم الناس هذا إلى هذه اللحظة التي نحن فيها وما هذا البرنامج وغيره إلا نوع من أنواع الحرص على خدمة القرآن العظيم والإتيان بحقه وبذل العلم الذي وصلنا عم شيخنا إلى العالم حتى ينتفع الناس بهذا العلم ويزيد عليه ويضيف إليه كذلك كان يشترط الشيخ رحمه الله تعالى أن تحفظ الأجزاء التي تم طبعها في مكان طاهر مرتفع عن الأرض وأن لا يوضع فوقها شيء إلا الأوراق التي تحفظ هذه المطبوعات يعني لو شيء للحفظ غلاف شيء من هذا القبيل فلا مانع من ذلك لكن كانوا ينصون على هذه الشروط كذلك كان يشترط أن تجمع الملازم المطبوعة التالفة المطابع دائما لما تطبع بيكون في ملازم مجموعة أوراق يعني مطبوعة فيها خلل طباعي تالفة فيها خطأ في تقديم التأخير الحبر كان غير جاي مشاكل كثيرة في الطباعة تعرض فهذه الملازم التالفة ماذا نفعل بها؟ بعض الناس يبيعونها لتجار الورق يستفيدون منها وبعضهم يعطونها للمطاعم أو بعض الأماكن يعني تستخدمها في التغليف في لف الأشياء مثل أوراق الجرائد فكان يشترط رحمه الله وطبعا هذه الشروط صارت قانونا في الدولة بعد ذلك أن تجمع الملازم التالفة وتحرق في مكان طاهر ولا تباع لتاجر ولا يعمل منها أي شيء في عمليات أو إعادة تدوير في عمليات الطباعة مثلا تستخدم في أغلفة داخلية بالمقلوب أو أشياء من هذا القبيل كل هذا كان ممنوعا فرحمه الله تعالى ورضي عنه وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء الشيخ الضباع رحمه الله تلقى القراءات عن عدد من الشيوخ فمن شيوخه الذين تلقى عنهم صهر المتولي الذي قلنا عنه الذي اعتنى به أصلا من صغره وكذلك تلقى عن الأستاذ الكبير عبد الرحمن بن حسين الخطيب الشعار وأخذ هذان العالمان عن شيخ العلماء وخاتمة المحققين الشيخ محمد بن أحمد المتولي رحمه الله تعالى وقرأ القرآن على غيرهما من الشيوخ وقرأ على الشيخ الضباع عالم وخلق كثير من داخل مصر ومن خارج مصر فكم من أخذ عنه القراءات شيخ القراء في مكة الشيخ أحمد حامد التيجي رحمه الله تعالى فهو من تلاميذ الشيخ علي بن محمد الضباع وكذلك تلقى عنه الشيخ إبراهيم عطوى عوض وتلقى عنه كذلك الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله كان أمين الإفتاء وشيخ القراء في حمص وتوفي سنة 1399 وتلقى عن الشيخ علي بن محمد الضباع شيخونا وأستاذنا الشيخ عبد الفتاح مدكور بيومي حفظه الله وأتم عليه نعمه وشفاه وعفاه وبارك في صحته ونفع به الإسلام والمسلمين وعنه تلقيت بعض القرآن الكريم برواية حفظ بإسناده عن الشيخ الضباع وروايته عن الشيخ الضباع رحمه الله وكذلك تلقيت عنه عددا من المتون والكتب فالحمد لله على ذلك فالشيخ الضباع رحمه الله كان له منفعة عظيمة وكبيرة واستفاد منه المسلمون وانتفعوا بكتبه وما يزالون ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خير الجزاء عما قدم للإسلام والمسلمين أعرض عليكم في طبعا وفاة الشيخ الضباع رحمه الله كانت في أول يناير سنة 1961 ميلادي تحقيقا كما بيّنته ابنته كما بيّنتها ابنته الحاجة ثرية الضباع التي ذكرت هذا الأمر وهي من أعرف الناس بذلك وأضبطهم لهذا الأمر فتوفي في ثاني يناير سنة 1961 بعض الناس يقول أنه توفي سنة 1960 ميلادي لا هو تحديدا في هذا التاريخ عن خمس وسبعين سنة منيرة مشريقة في خدمة كتاب الله عز وجل فرحمه الله وأجزل له المغفرة والمثوبة وقد كتب ترجمة موسعة وحافلة عن الشيخ الضباع أستاذنا الدكتور أشرف محمد فؤاد طلعت شكر الله له وجزاه خيرا وجعل ذلك في مقدمة كتابه الجميل سفير العالمين في إيضاح وتحرير وتهذيب سمير الطالبين في رسم وضبط الكتاب المبين كتاب سمير الطالبين أحد الكتب التي ألفها الشيخ الضباع في الرسم والضبط وكذلك كان لهذا الكتاب اعتناء من الشيخ الأشرف طلعت وجعل في أول هذا التحقيق والعناية ترجمة حافلة للشيخ علي الضباع رحمه الله رحمة واسعة أحب أن أعرض عليكم بارك الله فيكم خلاصة أعرض لكم إسنادي في القرآن الكريم كإسناد من آلاف الأسانيد في الدنيا الموجودة في نقل القرآن الكريم فالقرآن الكريم كما بان معنا وظهر لنا في هذه الحلقات الماضيات كلها يعني تلقي طبقة بعد طبقة جيلا عن جيل كل جيل يعرض القرآن الكريم كله من أوله إلى آخره على أستاذ يضبطه له ويوضحه له طبقا لما تلقاه عن أستاذه وشيخه فإذا وجد ذلك مطابقا وصحيحا وموافقا لمعايير الأخذ والتلقي أجاز طالبه فقال له أجزتك أن تروي عني القرآن العظيم بقراءة كذا أو رواية كذا من طريق كذا عن شيوخ فلان وفلان وفلان ويذكر كل شيخ وإسناده المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان هذا الأمر كذلك صار هذا التلميذ في هذا الوقت أستاذا يجوز له أن يعلم وأن يجيز غيره ويسند القرآن الكريم ويرويه لمن بعده من التلاميذ بالشرط المعتبر عند أهل الأداء وهو مطابقة الواقع والأخذ على الطالب كما أخذ عليه شيخه وهكذا انتقل القرآن الكريم إلينا رجلا عن رجل جيلا عن جيل ولله الحمد والمنة ونسأله سبحانه وتعالى أن لا يجعلنا آخر السند فأول ما قرأت القرآن الكريم قرأت رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية على سيدي الوالد الدكتور صفوة محمود سالم أسأل الله عز وجل أن يجزيه عني وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وعلى يده حفظت القرآن الكريم فقرأت عليه ثلاث ختمات غير الحفظ ختمة برواية حفص من طريق الشاطبية والآن أصبحنا نعرف ما معنى هذا الكلام ورواية حفص من طريق الطيبة بكل الطرق والأوجه ثم عرضت عليه ختمة بالقراءات العشر من طريق الشاطبية والدرة وأجازني بكل ذلك ولله الحمد والمنة ثم قرأت القراءات العشر الكبرى من طريق طيبة النشر اللي هي من طريق طيبة للإمام بن الجزري وأيضا أصبحنا نعرف ما هي الطيبة على فضيلة الشيخ الشيخ محمود فرج عبد الجليل أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة وقد توفي منذ سنتين والشيخ محمود فرج عبد الجليل تلقى القراءات عن عدد من الشيوخ كما قلت لكم نحن نعتني في هذه الحلقات بإسناد رواية حفص عن عاصم وقد قرأت كذلك رواية حفص عن عاصم ضمن قراءتي لقراءة الإمام عاصم على الشيخ محمد بن يونس بن عبدالغني الغلبان شيخنا الكريم أسأل الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء وأن يبارك في صحته وعمره وعمله وهو من الشيوخ الكبار في السن المعمرين الذين ما زالوا ممتعين بحواسهم وبفضل الله عليهم ويقرئوا القرآن بالليل والنهار فأسأل الله عز وجل أن يجزيه عنا خير الجزاء وقرأ الوالد الدكتور صفوت سيد الوالد الدكتور صفوت قرأ على شيخه رواية حفص عن عاصم قرأ على جماعة منهم الشيخ أيمن رشدي سويد الدمشقي حفظه الله وبارك فيه والشيخ أيمن قرأ على الشيخ عبدالعزيز عيون السود الذي تكلمنا عنه وهو من تلاميذ الشيخ الضباع ومن تلاميذ غيره أيضا فقرأ على الشيخ محمد سليم الرفاعي الحلواني عن والده أحمد بن محمد الرفاعي الحلواني عن أبي الفوز أحمد بن رمضان المرزوقي عن إبراهيم بن بدوي بن أحمد العبيدي أو إبراهيم العبيدي لأنه اسمه إبراهيم بن بدوي بن أحمد هذا غير مثبت بشكل موثق إنما هو معروف بإبراهيم العبيدي المالكي الأزهري رحمه الله تعالى وهو عن عبد الرحمن بن حسن الأجهوري المالكي الأزهري والشيخ الأجهوري مجمع أسانيد كغيره من الشيوخ تلميذ إبراهيم العبيدي مجمع أسانيد تنتهي إليه أسانيد من أنحاء الدنيا في تلقي القراءات وأيضا مما أحب أن أذكره سند شيخنا الشيخ محمد بن يونس الغلبان فقد قرأ على الشيخ الفاضلي علي أبو ليلى وهو عن الشيخ عبد الله بن عبد العظيم الدسوقي عن الشيخ علي الحدادي عن الشيخ إبراهيم العبيدي عن الأجهوري فهذا السند أخصر وأعلى بل هو من أعلى الأسانيد فيما أعلم في هذه الدنيا فهذا من فضل الله تعالى علينا وعلى الناس الشيخ عبد الرحمن الأجهوري روى القراءة عن أبي السماح أحمد بن أحمد البقري وهو عن محمد بن قاسم البقري عن زين الدين عبد الرحمن بن شحاذة اليمني عن شهاب الدين أحمد بن أحمد بن عبد الحق السنباطي عن جمال الدين يوسف بن زكريا الأنصاري وعن شحاذة اليمني عن ناصر الدين الطبلاوي عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري وتلقى شيخ الإسلام زكريا الأنصاري عن جماعة من تلاميذ الإمام بن الجزري منهم الشيخ أحمد بن أسد الأميوطي رحمه الله تعالى كذلك الشيخ عبد الرحمن بن شحاذة اليمني أخذ عن علي بن محمد بن غانم المقدسي عن محمد بن إبراهيم السمديسي عن الأميوطي عن الإمام بن الجزري رحمه الله تعالى وتلقى الإمام بن الجزري القرآن الكريم عن عدد لا يحصى من الشيوخ مذكورون بتوسع في أثباته لكننا نعتني برواية حفص من طريق الشاطبية ونرويها فنذكر أحد الأسانيد لها وهو طريق عبد الرحمن بن أحمد بن علي البغدادي الذي أخذ عن تقي الدين محمد بن أحمد بن عبد الخالق الصائغ عن الكمال الضرير رحمه الله تعالى عن الإمام الشاطبي والإمام الشاطبي عن أبي الحسن علي بن هذيل عن أبي داود سليمان بن نجاح عن الإمام أبي عمرين عثمان بن سعيد الداني عن طاهر بن عبد المنعم بن غلبون عن أبي الحسن الهاشمي عن أبي العباس الأشناني عن عبيد بن الصباح عن حفص بن سليمان عن عاصم بن أبي النجود وتلقى الإمام عاصم القراءة عن عدد من التابعين منهم زر بن حبيش وأبو عبد الرحمن السلمي أبو عبد الرحمن السلمي تلقى عن خمسة من الصحابة سيدنا عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود تلقى الخمسة عن سيد الخلق أجمع سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه عن الروح الأمين جبريل عليه السلام عن رب العزة جل وعلا وتبارك وتعالى فهذا هو إسناد القرآن الكريم متصل إلى زماننا هذا لا يوجد فيه طبقة منقطعة لا يوجد فيه حرف ضائع يدل على ذلك اتحاد القراءة في أنحاء العالم اليوم على هذا النص الشريف على هذه الأحكام على هذه القواعد نسمع القارئ يقرأ في الجزائر ونسمعه يقرأ في الشام ونسمعه يقرأ في مصر ونسمعه يقرأ في العراق ونسمعه يقرأ في باكستان ونسمعه يقرأ في اليمن ويقرأ في السودان ويقرأ في السعودية ويقرأ في اندونيسيا فلا ندري من أي بلد هو لأنه قرأ قراءة متقنة أستاذية أخذها بالإسناد فلا ندري لا يطبع فيه بلده بصمة وإنما ندرك بلده من معرفة ترجمته ومن معرفة أخباره ونحو ذلك لكن حرفه في إندونيسيا مثل حرفه في المغرب حرفه وقراءته وتلاوته وإتقانه وأحكامه في باكستان مثلها في مصر كله واحد لا يختلفون في ذلك وهذا يدل على تواتر هذا القرآن العظيم وتواتر أحكامه ولا يوجد أحد منهم يقول أنا لا أمد وهذا يقول أنا أمد واحد يقول هذا الحرف لا يخرج هكذا وثالث يقول بل هو يخرج هكذا هذا الأمر غير موجود وإن وجد فيه شيء من الاختلاف فالاختلاف فيه يكون في كمال نطق الحرف وليس في أصل الحرف أبدا ولا يوجد لديهم إلا الإجماع على هذا النص الشريف أنه لم يفت منه حرف واحد ولا كلمة ولا آية ولا أي شيء فاللهم لك الحمد على نعمة نقل كتابك الكريم ونسألك بمنك وكرمك ألا تجعلنا آخر الإسناد وأن تنشر من أسانيدنا الكثير الطيب وأن تبارك فيها وأن تجزي عنا كل هؤلاء الشيوخ الذين ذكرناهم والذين لم نذكرهم من قراءة كتابك الكريم وحملة هذا النص الشريف القرآن العظيم أن تجزيهم عنا خير الجزاء وأن ترزقنا وإياهم حسن الصحبة لنبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الفردوس ونشهد الله على محبتنا لهؤلاء الشيوخ الأكارم الأكابر الذين حفظ الله علينا بهم الملة ونقل إلينا بهم الكتاب العزيز والسنة المطهرة فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الأدب مع شيوخنا ومع أسلافنا إنه تعالى جواد كريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين فاصل ونواصل إن شاء الله هل أزعجك ضيق المعيشة وغلاء الأسعار إذا كنت تريد زيادة دخلك فهناك أسباب لزيادة الرزق منها تقوى الله وترك المحرمات قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومنها التوكل على الله تعالى ففي الحديث لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا ومنها صلة الرحم قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصر رحمه وبسط الرزق يشمل توسيعه وكثرته والبركة فيه ومن أسباب زيادة الرزق الاستغفار قال تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ومنها الصدقة قال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وفي الحديث ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي منفقا تلفا ومنها الدعاء قال تعالى واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما وفي الدعاء المأثور اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني ومن أسباب زيادة الرزق شكر الله تعالى على نعمه قال تعالى وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم ولإن كفرتم إن عذابي لشديد وقد كانوا يسمون الشكر بالحافظ لأنه يحفظ النعم الموجودة والجالب لأنه يجلب النعم المفقودة ومنها السعي في الأرض والأخذ بالأسباب قال تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور ومنها التبكير في السعي فعن صخر الغامدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في بكورها وكان صخر تاجرا فكان يبعث تجارته من أول النهار فأثر وكثر ماله حياكم الله من جديد بعد هذا الفاصل ونبدأ بتلاوتنا المقررة في هذه الحلقة وتلاوتنا من سورة الليل بإذن الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّا وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَالْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَالْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا بْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى بارك الله فيكم أيها الأكارم وفي هذه الآيات الكريمات ننبه إلى تنبيهات يسيرة طبعا الآيات كما تلاحظون تنتهي بألفات بعض الناس يختم هذه الألفات يقول يغشى تجلى والأنثى هكذا يختمها بهمزات يقطع الصوت قطع هذا غير صحيح لا وبعض الناس يعمل شيء آخر معاكس لهذا فيقول مثلا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى تلاشي الصوت الصوت ينخفضها يعمل له فيد أوت عشان يعني يتلاشى الصوت فلا يختمه بهمزة ما جماعة الخير هذه كما قلت لكم من قبل هذه يعني مؤثرات صوتية مؤثرات صوتية جماعة المكساج هم يعملون هذا في الأناشيد وفي ما يفعلونه من أعمال لكن هذا لا يصلح مع القرآن الكريم هذا ليس جمالا في الأداء ولا حسنا في التلفظ إنما هو خطأ ولحن هكذا لا يقرأ القرآن وسمعنا ورأينا كيف ينقى القرآن الكريم بالأسانيد التي تدقق في كل حرف وفي كل كلمة وفي كل صغيرة وكبيرة هذا هو كتاب الله عز وجل فنعتني ونضبط هذه الأشياء بارك الله فيكم وفتح الله عليكم بقية الملاحظات نتابعها من خلال تلاوات المشاركين بإذن الله تعالى معنا مجموعة من مشاركات الواتساب نستمع إلى أول مشاركة منها من حامد بلال من مصر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى وابتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى بارك الله فيك يا حامد تنبيه واحد بارك الله فيك في قوله تعالى يغشى تجلى الأنثى لشتى إلى آخره لما تقف لا تجعل الصوت طويلا والليل إذا يغشى يغشى هذا طويل يغشى شا شوف زمن قصير حركتين فقط اللي مديته كان أطول من حركتين وهذا لا يصح لكن القراءة في الجملة قراءة جميلة بارك الله فيك صدام ثامر من اليمن بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنسيره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلضى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يغتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى بارك الله فيك أخي صدام انتبه إلى هذا الملحظ الأول طبعا أصدر به الكلام لأهميته قرأت فأنذرتكم نارا تلضى فأنذرتكم يا رجل فأنذرتكم التاء مضمومة فأنذرتكم بضم التاء انتبه لهذا الأمر فإنه لحن جلي وخطير جدا ما عدا ذلك انتبه إلى الغنى وما لأحد عنده من نعمة تجزى نعطي الغنى حقها عنده من نعمة تركت الغنى فيها أيضا أنبه إلى ملحظ أحيانا يقع في بعض القراء عندما يقرؤون مثلا كما فعل أخونا صدام هكذا إن سعيكم لشتى النغمة أراد هو أن النغمة يعني تنزل هنا وتأخذ منحة آخر فراح طول لأجل ذلك المد زيادة عن حركتين هذا لا يصح المد هنا لا يزيد عن حركتين حتى لو تطلبت النغمة ذلك نطوع إحنا النغمة لتناسب القارئ لتناسب الحكم ولا نطوع الحكم ليناسب النغمة بارك الله فيك و شكرا لك على المشاركة مشاركة أخرى من عبد الرحمن أحمد من السعودية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى و إن لنا للآخرة والأولى فأنظرتكم نارا تلضى لا يصلىها إلا الأشقى الله الرحمن الرحيم الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى و ما لأحد تغشى تجلى هكذا طبعا أنا أبالغ لك شوية عشان يبان معاك ما هو المقصود بارك الله فيك و يؤتي ما له أحسنت بتعديلها وفقك الله نأخذ مشاركة أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى و ما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى و صدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى و كذب بالحسنى فسنيسره للعسرى و ما يغني عنه ماله إذا تردى بارك الله فيك حرف الغين و ما يغني و استغنى عندك بيت قلقل شوية و استغنى يغني لا و استغنى يغني نمسك الحرف نثبته نثبت سكونه لا يتقلقل و لا يهتز منا بارك الله فيك يا أحمد و شكرا على المشاركة معنا مشاركة أخرى من أبي حامد من السعودية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى و ما خلق الذكر والأنفى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى و اتقى و صدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى و كذب بالحسنى فسنيسره للعسرى و ما يغني عنه ماله إذا تردى بارك الله فيك بارك الله فيك أخي الكريم و شكرا على هذه المشاركة في قوله تعالى تجلى لا تقول تجلى تجلى لا و النهار إذا تجلى امسك الجيم بارك الله فيك و فتح الله عليك و أسأل الله سبحانه و تعالى في ختام هذه الحلقات المباركات و في ختام هذا الشهر المبارك أن يرزقنا جميعا و إياكم و إياكم السرور بالنظر إلى وجهه الكريم يوم نلقاه و أن يرفع مقامنا و إياكم في عليين و أن يسامحنا على تقصيرنا و زللنا و خطأنا ما علمنا منه و ما لم نعلم ما تعمدناه و ما أخطأنا فيه إنه تعالى جواد كريم أوصيكم أيها الأكارم بتعاهد القرآن الكريم و أن لا يكون هذا الموسم آخر المواسم و أن لا يكون رمضان آخر عهدنا بكتاب الله عز وجل و إنما يكون هذا الأمر متصلا دائما و أبدا لا ننقطع عن كتاب الله تعالى حتى نلقاه نسأله سبحانه و تعالى أن يحيينا على السنة و أن يميتنا على الملة و أن يحشرنا مع سيد الأنبياء و المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة و أتم التسليم نلقاكم إن شاء الله تعالى على خير في موسم قادم و نستودعكم الله و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به و من يكفر به فأولئك هم الخاسرون